موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين بالبناء والعالم راح فيكم بحلقتنا لليوم برنامج الحدث اليوم الجمعة 30.01.2015 ضيفنا بهالحلقة راح يكون العميد متقاعد ليسحنا ولكن بانتظار وصول ضيفنا ومنعرف أنه اليوم كان فيه أمطار وكان فيه زحمة سير خانقة على كل المداخل المؤدية إلى العاصمة بيرووت إذن بانتظار وصول الضيف ننتقل مباشرة إلى الموجز وآخر وأهم الأخبار مع زامي لك لارا موسيقى شكرا لك كاترين أهلا بكم من جديد تدنت درجات الحرارة وتساقطت الثلوج بكثافة حيث غطت المرتفعات في قرى وبلدات جرد علي والمتن الأعلى وكذلك منطقة ضهر البيدر رمديرج سوفر وأفادت قوى الأمن الداخلي منذ قليل أن طريق ضهر البيدر أقفلت بسبب تراكم الثلوج بعد أن كانت سالكة للسيارات الربعية الدفع والمجهزة بسلاسلة معدنية أما طريق ترشيج زحلي فمقفلة بسبب تراكم الثلوج وطريق صنين زحلي مقفلة بسبب تراكم الثلوج أجرى وزير الخارجية جبران بسيل ليلة أمس اتصالا بمندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام وأوعز إليه تقديم شكوى تدين القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان ومقتل الجندي الإسباني من قوات اليونيفل فرانسيسكو خافيار سوريا توليدو من جراء هذا القصف قال مدير أخبار قناة الأو تي في جان عزيز على صفحته على الفيسبوك إنه بعد سماع بعض الشاشات أمس وقراءة بعض العنوين اليوم إلى كل المعنيين شريط ستريدا جعجع غير محور وغير مفبرك والأو تي في لم تعتذر طالبت إنصاف حيدر زوجة الناشط السعودي المعتقى الرائف بدوي من كندا بإطلاق صراحه بسبب تدهور صحته وأوضحت في مؤتمر صحفي شارك فيه ممثلون عن منظمة العفو الدولية ونواب في أوتوا أن بدوي يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يؤدي استئناف تنفيذ الحكم بحقه الجمعة إلى إضعافه أكثر وطلبت بعد لجوئها إلى كندا مع أطفالها الثلاثة طلبت من رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر التدخل لدى السلطات السعودية لإطلاق صراحي زوجها أنا صاف حيدر زوجة رائف بدوي معتقل الرأي والضمير أحب أن نشكر كل المنظمات وكل الأحزاب اللي بيعملوا عشان يطلق صراح رائف وأتمنى منهم أن لا يتوقفوا حتى يأتي رائف إلينا ألف شكر لكل الشعب الكندي وكل الأحزاب وكل المنظمات الكندية في كندا وخارج كندا أعاد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز تشكيل مجلس الوزراء برئاسته فأعفى بندر بن سلطان من منصب رئيس مجلس الأمن الوطني وعين ميجرن بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء الأول ومحمد بن نايف نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ومحمد بن سلمان وزيرا للدفاع ومتعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني وعلي بن ابراهيم النعيمي وزيرا للبترول ومنصور بن متعب وزير دولة مستشار للملك والأمير خالد الفيصل أميرا لمكة ومستشارا للملك والأمير فيصل بن بندر أميرا للرياض والأمير فيصل بن مشعل أميرا للقصيم قطع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارته إلى أديس أبابا حيث كان يشارك في اجتماعات القمة الأفريقية في أثيوبيا وعاد إلى القاهرة لمتابعة التطورات الأمنية بسبب العملية الإرهابية التي وقعت ليلة أمس في سيناء وكانت انفجرت سيارة مفخخة بالتزام مع هجوم بقذائف الهاون نفذه إرهابيون على خمسة مواقع في مدرية أمن شمالي سيناء في منطقة العريش وأدى الهجوم إلى مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين ما بين مدنيين وعسكريين وقد أعلن تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تبنيه الهجوم على مواقع تابعة للجيش المصري في سيناء أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية العقيد ممدوح العامري أن أجهزة الدولة لا تزال تعمل على مدار الساعة لمتابعة قضية الطيار ملازم أول مع ذلك ساسبة من جهته أعلن وزير خارجية اليابان فوميو كيشيدا أن بلاده ستطلب من الأردن تعزيز حماية ديبلوماسيها هناك وأن توكيو ستبذل أقصى الجهود للإفراج عن الصحفي الياباني المحتجز لدى تنظيم الدولة الإسلامية بهذا نأتي إلى خيتام الموجز فاصل أعلاني نعود بعده إلى برنامج الحدث برحة فيكم من جديد مشاهدنا ومن جديد إلى زميلة كلارا وجولتها على أبرز مواردة في الصحف اليوم شكرا كاترين اليوم كان لفت بالصحف اخترنا نبدأ بالسفير كان لفت بمقال السفير وهو تحت عنوان ماذا يتضمن الشريط المصور لعملية شبعة نصر الله في البيانة رقم 2 الفعل سبق الوعد أنه على الجريدة المقرؤة يعني الجريدة اللي بين إيدينا كان مكتوب اسم الصحفي داود رمال ولكن لما فتحنا السايت كان مكتوب عماد مرمل فلا ما نعرف لمين المقال بس رح نقوله مقال مهم أسر أحد صفراء العرب إلى أحد المراجع قائلا أن الغارة الإسرائيلية على الموكب التابع لحزب الله والحرس الثوري الإيراني في القنيطرة مقصودة والهدف منها جر الحزب إلى رد يتمناه الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل حتى يسارع إلى تنفيذ موجات متتالية من الغارات والقصف الصاروخي على باك أهداف استراتيجي في سوريا بما يغير المعادلة القائمة في سوريا ناصحا بعدم الرد حتى لا يكون ذلك بداية النهاية المحتومة للنظام السوري وللعمق الاستراتيجي لحزب الله يضيف هذا المقال يكشف أحد المتابعين أن العدو الإسرائيلي وفي إشارة واضحة إلى عجزه عن تصعيد الموقف وصولا إلى حرب واسعة عمد إلى الاعتراف بسقوط قتلين من قوات النخبة والمرجح أن عددا أكبر من القتلى قد سقط وهذا الأمر رهن إرادة قيادة المقاومة بالإفصاح عنه في التوقيت الذي تراه مناسبا لأن هناك تصوير فيديو للعملية والقتلى والأليات التي أذاب حديدها نوع الصواريخ المتطورة التي استخدمت ولعل قيادة المقاومة ستختار توقيت المناسب لبث الفيديو الذي يقطع الشك باليقين يضيف منذ أعلان البيان رقم واحد فتحت كل القنوات الدبلوماسية والسياسية على مصاريعها فتحت لمعالجة التداعيات واحتمالات تدحرج الموقف وبعدما كان الجانب الإيراني قد أرسل رسالة واضحة بعد عدوان لقنيترا تضمنت تهديدا صريحا بالرد عمد بعد رد المقاومة في مزارع شبعة إلى إرسال رسالة إضافية مفادها أن أي معركة لن تكون مع حزب الله وحده إنما معركة المحور كله يجدد أحد المتابعين القول أن عملية شبعة جعلت الإسرائيلي يبدو غير قادر على استعاب الموقف نتيجة التخطيط المعقد الذي اعتمدته المقاومة في ردها القاسي ويضح أن لجوء مدفعية الاحتلال إلى الاستهداف المباشر لموقع القوى الإسبانية في اليونيفل كان قصفا مقصودا وله بعض تأذيبي لأن أول أمر أقدمت عليه القيادة العسكرية الإسرائيلية هو إرسال الرسالة إلى قيادة اليونيفل بعد العملية تتهمها فيها بالتواطئ هذا علما بأن مسار عمل اليونيفل يكذب هذا الإدعاء بدليل أن الشكوى في هذا الاتجاه كانت على الدوام من الجانب اللبناني وتحديدا من جمهور المقاومة يؤكد المتابع أن المبادرة بيد المقاومة وهي أقوى بكثير مما كانت عليه في حرب تموز عام 2006 ونتنياهو يعلم أن أي ضربة لموقع في بيروت يعني فورا قصفت الأبيب يشير المتابع نفسه إلى أن خطاب السيد نصر الله عصر اليوم سيكون بمثابة البيان رقم اثنان وفيه أنني كنت دائما أعدكم وأصدق الوعد ولكن هذه المرة سبق الفعل الوعد نبقى في السفير وفي المنشات تحت عنوان هكذا وقع الإسرائيليون في كمين شبعة يقول تقول السفير ثم تأسئلة وأسرار مرتبطة بعمليات مزارع شبعة كما بمعظم عمليات المقاومة ستكون الأيام وحدها كفيلة بكشف البعض منها وفي الأولوية منها سر تمكن مجموعة صغيرة من مجموعات النخبة في المقاومة من دخول منطقة عمليات حيوية جدا للجيش الإسرائيلي ثم الخروج منها من دون أن تترك آثارا وهو الأمر الذي جعل فرق التفتيش الإسرائيلية تعمل ليلة نهار لفك أحجية هذا التسلل الكبير وهل يمكن أن يكون قد حصل عبر أحد الأنفاق المموهة وهي فرضية يضعها الإسرائيليون في حسبانهم بدليل أنهم أوعزوا إلى فرقهم لليوم الثاني على تواليب المضي في أعمال الجرف في محيط مستوطنة زرعيت التي يشتك المستوطنون فيها من سماع ضجيج ليلي يوميا منذ نهاية عام 2006 يعتقدون أنه ناجم عن حفر أنفاق حدودية أما شريط الفيديو الذي صوره الإعلام الحربي في المقاومة فإن نشره له توقيته وظروفه واللافت للانتباه أن المشاهد تم التقاطها من مساء أو المشاهد تم التقاطها بحسب السفير من مسافة قريبة جدا وتظهر جزءا من ساحة العملية قبل وقوعها وخلالها وبعدها وهي تجيب على الكثير من الأسئلة والروايات الإسرائيلية حول ظروف العملية ونتائجها على طبق من ذهب على مائداتها ننتقل إلى الأخبار وكتبت هيام القصي في المناطق المسيحية الأقل خطرا في خطر تقول ثبتت العملية التي قام بها حزب الله في شبعة ردا على عملية لقنيترا مخاوف جهات سياسية موثوقة من ارتداد الجهات الأصولية إلى لبنان في إطار حرب مزدوجة الآداث لتطويق حزب الله من سوريا إلى لبنان وإعادة إشعال الساحة اللبنانية في مناطق كانت لا تزال خارج الصراع السوني الشعي وقد حجبت الأحداث الأخيرة أهمية التحذير الذي وجهته السفارة الأمريكية إلى رعايها في لبنان بضرورة اتخاذ الحيط والحذر في تنقلاتهم فالعبارة الأساسية فيه هي حتى في المناطق التي كانت تعتبر الأقل خطرا فالمناطق التي تعتبر الأقل خطرا هي بتعبير أوضح وأدق المناطق المسيحية التي كانت حتى الآن بعيدة عن مسرح التقاتل السوني الشعي وخلفياته الإقليمية المرتبطة بتدخل حزب الله في حرب سوريا ما حيدها في المراحل الأخيرة التي شهدت صعودا في العمليات الانتحارية ضد المناطق الشعية والجيش اللبناني عن خطر هذه التفجيرات التطورات الأمنية الأخيرة دفعت المعنيين من أوصات سياسية موثوقة إلى التنبيه من احتمال نقل التفجيرات الأمنية إلى المناطق المسيحية علما بأن الجهات الأصولية رفعت بدورها من عملياتها وخططها وأهدافها وبحسب هيام القصصيفي حذرت هذه الأوساط من انعكاسات أي من المحاولات التفجيرية على مستوى نقل الصراع من سني شعي إلى مسحي سني وهذا الكلام فيه من الخطورة الكثير وهو يحمل تنبيه المعنيين من هذه الاحتمالات فحقيقة الأمر أن جهات أصولية إسلامية سنية هي التي تقوم بالتفجيرات والعمليات الانتحارية ورغم تبرأ الطبقة السياسية السنية وغالبية سنة لبنان من هذه العمليات وفعليها إلا أنه يجب التنبه إلى تعذر ضد المسيحي من الشمال إلى جبل لبنان إذا ما تحقق أي من السيناريوات المتداولة من الأخبار إلى النهار ومقابلة النهار وتحديدا ما يعبد أبي عقل مع ولي جملات مع رئيس اللقاء الديمقراطية ولي جملات حيث تقول أن رد حزب الله نقلا عن جملات رد حزب الله أتى على عملية القنيترا من الناحية الجغرافية في منطقة حيث السيادة متنازع عليها مبدئيا فقط احتلتها إسرائيل تباعا منذ عام 67 وحتى الثمانينيات وكنا على وشك تحديد هويتها بأنها لبنانية لكن لم نستطع أن نحدد أو نرسم الحدود مع الدولة السورية فهي إذن أولا منطقة محتلة إسرائيليا وثانيا إلى أن يتم ترسيم الحدود في منطقة سورية وجاء الرد مدروسا بحيث لا نقاش حول هويتها وأوضح جملات أنه عندما ترسم الحدود من مزارع شبعة إلى تلالك فرشوبة مرورا بغيرها من المناطق في الشمال وعلى البحر عندها يكون لنا جغرافيا جديدة لكن في الوقت الحاضر هذه هي حدود الأمر الواقع والعملية وقعت خارج نطاق القرار 17-01 والحزب لم يخرقه يضيف جملات حزب الله رد على عملية القنيترا بضربة موجعة ولا تستطيع إسرائيل اليوم وهي على مشارف انتخابات أن تقوم بعضوان ومع أنه فضل نظريا فصل لبنان عن سوريا لفت جملات إلى أن الساحتين تدخلت تقريبا في كل الجبهات وقال جملات لنكن واقعيين كلبنانيين هناك أمور نستطيع معالجتها وأخرى لا نستطيع وإذا خرج البعض ليقول مزايدا لنطبق إعلان بعبدة فهذا أمر مستحيل اليوم تفاصيل أكثر ومقابلة كبيرة في النهار ننتقل إلى الأنباء حيث أشارت تقديرات ديبلومانسية في بيروت لصحيفة الأنباء الكويتية إلى أن إسرائيل وجدت نفسها عند مفترق صعب إما أن تقوم بعملية عسكرية محدودة فتقحم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية في الصراع إلى جانب حزب الله أو احتواء الضربة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية على الأقل وهكذا اتفق نتنياهو وأركان حزبه على الاكتفاء بإطلاق القذائف على مصادر نيران الحزب وكفى الناخبين شر القتال أخيرا مع صحيفة دعوت أحرونوت الإسرائيلية وفي موضوع مختلف كليا كشفت صحيفة دعوت أحرونوت عن قيام مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شافيرة ببدء التحقيق في قضية شراء زوجة رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو سارة خمور من أموال مكتب زوجها مشيرة إلى أن المستشار القانوني لرئيس الوزراء تجاهل طلب مراقب الدولة بالتحقيق في هذه القضية فاضطر مراقب الدولة إلى فتح التحقيق بنفسه وأوضحت دعوت أن القضية ترجع إلى عام 2009 عندما تم انتخاب نتنياهو رئيسا للوزراء فانتهزت سارة هذا المنصب لكي تصرف من منفقات رئيس الوزراء على شراء الخمور والمساكرات وأكدت الصحيفة أن سارة نتنياهو كانت تحصل في المرة الواحدة على 20 ألف شيكل أي ما يعادل 5000 دولار من مخصصات مكتب رئيس الوزراء بهذا نصل إلى ختم جولتنا على الصحف عود إليك كاترينو لضيف شكرا كلارا ورحب فيكم الجديد مشاهدينا وبسرن أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة العميد المتقاعد ليسحن الأستاذ الجامعي أيضا صباح الخير حضرت العميد أحلى و سهل نظيفة عملية في وقتها ضربة معلم و أنها عملية ناجحة من وجهة النظر العسكرية كيف حصلت برأيك هذه العملية و ما هو سر نجاحها أول شيء في واقع معين هذا الواقع أصلا الواقع الجغرافي و واقع الصراع معروف على الحدود يعني هلأ بالمقابلة اللي نحكيه للوزير وليد جنبلات بيقول أنه المتنازع ليا يعني عندك بين القانونية بين الأحراج وبين القدرة على التنفيذ يعني اليوم بالعلم العسكري في شيء اسمه بالاستعلام التكتيف في شيء اسمه الستواشن الأوارنس يعني أن تعرف المكان و الزمان بشكل أن تكون قادرة على الاستطلاع جمع المعلومات التحليل وبالتالي القدرة على التخطيط التنظيم اللوجستي والأهم هو طريق الهروب أو الخروج أو استراتيجية الخروج وهي دا الأمر يبدو عبر الفترة الطويلة يعني من 1983-85 لحديث هلأ حزب الله قادر عليها هلأ القدرة والسرعة والرد رأيي وما ضروري يكون أكيد أنه المجموعة أصلا متمركزة كانت جاهزة وناطرة ضوء الأخضر يعني كيف ردت إسرائيل بالجولان أو بالقنيطرة وكأنه تقول لحزب الله أنه أنت شو أخذك على سوريا أنا عم بضرب بسوريا ولكن حجم الخسارة يعني ستة مع ضابط إيراني رفيع المستوى ورمزية جهاد مغنية بعد اغتيال القائد العسكري الشهير الحج عماد مغنية بسوريا هالكونتكست أو هالظرف اللي إجابت اثنين هي كالكوليتد ريسك يعني مخاطرة محسوبة مدروسة لأنه عادة بيقولوا كل الحروب بالعالم هي مسكالكوليشن هي حسابات خاطئة أو بيقولوا سقوط الردع لما بينحكى أنا بسمع كثير بالأخبار بصيري إليك الواحد ردع الردع منظومة الردع منظومة فكرية يعني الردع بديك تقولي للمقابل عندك إنه إذا أنت عملتها الخبرية هاي التمن سيكون أكتر من الأرباح وبدك أنت تفرجي للخصم القدرة تبعيتك على ردعه وقال له ما بيرتدع لأنه دائما بيسمون بيسمون السيجنل يعني أو الإشارات يعني بالعلم الأكاديمي عم نحكي هي إشارات يا بتكون إشارات خطيرة بتأدي لها حسابات خاطئة أو حرب ما بتحسبها مثل حسب أو بتأدي إشارات اثنين التماسي المباشر الدائم بين القوى بيسموه التماسي بالنار يعني أنت إذا بتبعد عن إسرائيل فترة طويلة ما بتعرفي شو عم بتفكر إسرائيل وإسرائيل غلطت بال2006 عملت نفس الخطأ إذا بتتذكري بال2006 الانسحاب قبل بال2002 الانسحاب كان شارون معقد من خبرية لبنان بعد حرب الحرب الجليل سلام الجليل والفشل اللي عمله انسحب وأجى على لقاء وأجى على برايم منستري يعني طلع ورئيس وزراء بوعد ضرب الانتفاضة الداخلية والسيطرة على غزة أهمل الساحة اللبنانية لفترة 6 سنوات فكانت المفاجأة كبرى نتيجة كانت بحرب تموز حرب تموز المفاجأة لأنه أنت دايما على تميز هي إعادة صياغة الردع من فترة لفترة هي كالكوليتة رزك قدرة حزب الله واليوم القلق الإسرائيلي الكبير بالمعنى الجراند استراتيجي ما عندهم ما عم يقدر يلاقوا طريقة أنه نحن بنوع حرب جديد مستمر أن يكون لا قدرة لإسرائيل على تغيير الوضع يعني ما بتقدر إسرائيل اليوم لا فيها تأثر بالعراق لا فيها تأثر بسوريا والخوف الأكبر وهي دي شغلة كتير مهمة هي إجت عملية إحراج يعني إذا بتتذكري قبل بيومين كان السيد حيكي كلام أنه إذا بتعتدوا على سوريا سوف نرد صحيح إجت الرد هلأ شو صار اللعبة المومنتوم ألب هلأ بكرة عنده خطاب السيد وكانت اليوم بس كان الرد متوقع بعد الخطاب لا لا تبعي ما تشوفي الإخراج طبعا قال لهم إذا بتضربوا بسوريا دربوا بسوريا الاغتيال للمجموعة القيادات ردوا بصواريخ من الجولين ردت يعني تشوفي الخداع الديسبشن ردوا الإسرائيلية بغارة جوية على سوريا إجت العملية بيجي الخطاب اليوم الإخراج مميز متميز هذا اللي عمليك أنا كالكوليات تدريد تشوفي التايم لاين طبعا الأحداث اللي صارت بتشوفي أنه أنا قلت لكم سوف ننتصر ردت عليهم بس أنا رأيي الخاص أنه حجم الخسارة عند حزب الله هو أكبر بكثير من اللي صار وحجم الخسارة كنت تقصد يعني أنه كان يجب أن يكون الرد أقوى بحجم الخسارة الخسارة هو هو الكونتكست والمكان عطى هالي كبيرة ذكريك بالألفين وستة بس هي كخسارة يعني ست قيادين من حزب الله تبهي كاترين القيادة بحزب الله يعني مثل العسكري يعني بتصرف عليا بالسنة 25 ألف دولار وبدك عشر سنين لحتى يطلع إنسان مقاتل عنده خبرة تلاكمات يعني مشان هيك عملية الاستنزاف لحزب الله بسوريا هي عملية استنزاف خطرة كتير على المدى البعيد الكونتكست طبعا ظهرها أنه هي بشبعة وفي ناس كتير حللت أنه ما رح تكون بلبنان وأنا منهم أنا أفتق لا أحكيها لا عن هذه النقطة بس بالسؤال اللي سألتك أنه سر نجاح العملية عطيتني عدة يعني ظروف يعني كان حزب الله وإيران حذرت سيكون كالساعدة يعني كيف كان إسرائيل بحال استنفار قصوى وتمكن الحزب بهذه السؤولة من تنفيذ هذه العملية هذا بأكد اللي حكيته أنا أنه قريدي السيستم موجود يعني حزب الله بوعي الأرض والمكان والزميان يعني نتبقى نحن عم نتفلسفة يعني نكون غير شي توتلي لأنه إذا كلنا منعرف معنى حزب الله ما عنده سرية وبالفعل حزب الله عنده سرية بس بالمعنى المنطقي باللوجيك يعني يعني اليوم سرية حزب الله والانتداد والحاضنة والمعرفة الأرض يعني نتبهي يعني كان هون عمل الخرق كمانا هل حصل خرق للعدو الإسرائيلي كما تم الحديث عن خرق لحزب الله بعملية القناة ما أنت فيجيولي شايفتيهم تبهي الفرق بين قتال حزب الله وقتال إسرائيل أنه إسرائيل تقاتل بالمعنى التقليدي عنده موضوع روتيني عنده موضوع يعني يتكرسيك أنه كل يوم دورية بتمرق من هون كل يوم دورية بتجي من هون شوفي الفرق لأنه أنت حضر لك قلت كلمة كتير مهمة كاترين أنه مستنفرة كيف صارت الخبرية إذا لاحظت أنه ما كان في عملية أسر ليه لأنه عملية الأسر بتطلب عامل المفاجأة كما حدث إلى 2006 ما بيكون مستنفر عملية الأسر بدى عدة تركيبة عسكرية لتوصل إليها يعني بدك الإلهاء بمكان هيك بال2006 صارت بمحل تاني الإلهاء بمكان ديسبشن أو الخداع وما كان فيه توقع من قبل ما كان فيه توقع وانتبك وبال2006 الخرق للحدود أتى بمكان متنازع لا سوري ما فيه متنازع لأنه كان هذه المنطقة مرسمة بالمعنى الأنوني بالمعنى القانون الدولي الحدود كانت موجودة إيجا إتعامل مفاجأة بدك الإستطلاع بدك عديد الشباب يعني المقاومة يعني بدك فيه ناس تعمل إلهاء وناس تضرب وناس تدخل تأسر وناس تعمل إخلاق سبيل مشان هيك إن عملت هاي العملية بدون عملية أسر لأنه أنا قلتلي كالكوليات يدرسك أول شي لأنه بدها تنظيم أكتر وإسرائيل محضرة الأهم من هيك ما بدو حزب الله كمان توصل لمرحلة نطلع على الألفين وستة يعني مش إحراج الزام ولا اتنين الواقع الإقليمي تبدل اليوم يعني الإسرائيلي كمان ما بقدروا على حرب إذا نحنا ما في الإسرائيلي كمان يعني الطرفين ما بدون حرب يعني الطرفين يعني بدو هاي دي قلتلك التماس بالنار إنه على طول لازم ذكرك إنه أنا موجود يعني مثل ما بقولوا حتى مع ابنك أنت بيقول لك بدي شوكولاب بتعطي شوكولاب على عشر مرات إذا ما عطيتي شوكولاب بيعملك مشكلة يعني ما لازم ياخدها فور جرانتد لازم ضل تذكري إنه أنا موجود هيدا مفهوم الردع بالمعنى الردع وهذا اللي صار يعني هيدا اللي صار هكذا تقرأ عملية القنيطرة والرد عليها هدا تقرأ هلأ بتقلي لي في خرق لحزب الله اليوم هاي العملية بالقنيطرة سوف تتكرر وحزب الله سوف يتكرر الرد ليش سوف تتكرر لا قلتك ليش كاترين اليوم الصراع مفتوح نوعا ما جربت إنه تخفف من وطقتها لما أصدر البيانات وقالت بتتعرفين مين كان في بعيدة دي الموقف اختيال الحج عماد مغنية بدك أكبر من يعني عماد الحج عماد مغنية بالنسبة لحزب الله متر رئيس الأركان بالنسبة لإسرائيل وأكتر من هيك حزب الله بيعتبروا أهم قيادة بالقرن الـ 21 يعني العمل بال2006 إذا بتدسيب المعنى العسكري شو بدي بالمعنى السياسي اللبنان 14 و 8 عم بيحكي فور عسكري اللي نعمل تبهي ممكن بالعقلة العسكري تطبق كل قوانين العسكري وتفشلي بيقولوا عنك فاشلي وممكن ما تعملي شي بس تعملي كل قوانين العسكري وتدرسي العدو بالمعنى لأنه أبعاد مختلفة ل2006 وتنجحي تبهي هلأ بيلك لم ينتصر حزب الله لكنه منع إسرائيل من الانتصار يعني حزب الله ربح لأنه لم يخسر وخسرت إسرائيل لأنها لم تربح والمعادلات معينة قدت إلى تغيير جزري بدأت تكرر الحرب مفتوحة خاصة اليوم أنت تنظيم حزب الله هو تنظيم السيمتريك يعني لا تماثلة غير تقليدي لحتى تقدر أنت تضربية بدك مراقبة طويلة ومراقبة مضنية وبدك جواسيس وبدك تقتلي شخص مش منظومة يعني هو منه دبابة هو منه سكنة عسكرية موجودة أو قاعدة عسكرية هو شخص بديك ترقبه وبده يصدف أن يذهب إلى سوريا حداً عم بيرقبه وتقدر يتوصل إلى الإلية تبعيته تتكرر هون يعني من يضمن في كل مرة أن يكون الرد محصوباً ومحصوراً برجعب وتقدر لأن الفرد المقاتل المهم ممكن ينتقل من قوضة لقوضة ممكن تفشله يعني بس تجي الفرصة سانحة حزب الله عندما تقتل فرصة سانحة لإسرائيل ستقتل اليوم القيادة اللقيس كمان أنه ما قتل ببيروت فأذن سبب الانفلاش يعني اليوم حزب الله فيه انفلاش عسكري وأمني أدى إلى الخرق نحكى عن يعني عميل عميل محمد شوربة نعم أوكي نحكى فأذن شو السبب ليش كلنا بالأول ما نشوفها اللي نشوفها اليوم حزب الله خرج إلى بيسموه الحرب الهجيني هايبريد وارفير يعني هو يقاتل غير تقليدي عندما تأدع الحاجة ويقاتل تقليدي لا تقليدي عندما تأدع الحاجة اليوم الانفلاش اليوم ما بنحكي حزب الله عم بيسوريا موجود علنا عنده خمس تلاف عسكري بالحد الأدنى بالخمس تلاف نحكي الخمس تلاف مش كلهم بيقيتلوا خمس تلاف عندك حدا بيأمن الإدارة حدا بيأمن اللوجستية حدا بيأمن الحماية الفعلا بيقيتلوا خبراء مختلفين طيب منهم بديروحهم هدا في مقاتلين فعليين برأيات يعني من الخمس تلاف من الحزب في سوريا من ضمن الخمس تلاف كاترين تبي أنا مثلا هيك عم تقدير تقدير بالألفين وستة يعني بين الستمية والألف مقاتل من حزب الله اللي قاتلوا مظبوط على الأرض مش اللي جاب الصاروخ واللي حتى يعني البيقات المظبوط اللي وقف بوجه وقتلوا وعملوا وطلعوا واشتغل بالإسرائيلي أو بالوحديات الخاصة الإسرائيلية ما بدك أكتر من ستمية سبعمية بس السيستام راكب بطريقة مهمة بالألفين وستة عندك جهازية بين الصواريخ بين السرية وعدم قدر إسرائيل على نهاية الأهداف وعدم قدر إسرائيل على فرض هذا والقيادة والسيطرة بتتذكر في سوريا الوضع مختلف سوريا ليست مهيئة لحرب من هذا النوع لأنه أنا بتذكر يمكن معك أو مع زميلتك سحر هون حكينا سمر سوري سمر بين السحر والسمر حلوين هون حكينا أنه اليوم لا يمكن نقل تجربة حزب الله لأي مكان بالعالم في تاخدي دروس منها لأنه الظرف مختلف هلأ قلتي لي شو اللي بيمنع أنه يغتال وترجع الرد كل الظرف أنه وضعه لأ شو اللي بيمنع أنه المرة الثانية يروح على حرب مفتوحة عم قلت لك هذه المرة حفر يعني شفنا ضربة ورد كاترين ما هون الكالكوليتد ريسك يعني حزب الله اليوم عملها بشبعة مع كالكوليتد ريسك بال2006 بعطيك مطلة بسيط بال2006 شو كانت الوضع الإقليمي شو كان الوضع الدولي بال2006 كانت أمريكا بدأت الفشل بالعراق معروفة بال2006 بدأت الصحوة الإسلامية السنية بالعشائر وكان رئيس جورج بوش موجود وكوندوليسا رايس وقالت الشرق الأوسط الجديد فتحوا له 33 نهار للرئيس الوزراء لإنهاء الموضوع ظرف هيداك الوقت مع أنه العملية اللي عملها حزب الله تختلف عن اليوم أنه في خطف بس نعمل خطف قبل مصارد حرب والمنطقة كمان وعمل لك الوضع تغير اليوم بعدين المهم كمان يعني اليوم حزب الله لم يخرق 1700 يعني اليوم أنت لما الحزب برد بسرعة واو لم الشارع أول شي بعدين ذكر إسرائيل هذا التماثل المباشر الأهم في قرار إيراني يعني اليوم صار أكتر من قائد إيراني ضابط إيراني رفيع المستوى اغتيل وقتل بسوريا عم بتقول له له واحد اثنين ثلاثة فإذن أنت لما بتردت الشو بيسموه التهديد بالفعل وهيدا نمط عند السيد يعني أنه أنا وعدتكم بنصر وحب أعمير رحب ساوي بالمطلق هو منيح لصورة السيد ولكن بحد بمكان ما يؤذي لأنه صار كل مرة بدك تعمل الشغل إلا بدك ترد لأنه بدك ترد اليوم الرد على اغتيال حجم حجم الخسارة كان يفترض تبهي أن يأتينا بعدها رد مباشرة حجم الخسارة القياديين ورمزية جهاد مغني قبل قبل الشهيد جهاد يعني الحجم مغني في أهم منه بالتراتوبية لم يحصل الرد لم يحصل الرد بدك تعملها لم يحصل الرد ليش شو كان عم بيصير بالإقليم أمريكا إيران وين القدرة وين ومنرجع منجي حدا نحكي أنه إذا بدك الخلية بالداخل كانت حسب الصحافة اللي بتنقرى الخلية بالداخل كانت دايما تنبه الإسرائيلية أنه في عملية مش هينكسر فيه بماليزيا باندونيسيا هذا العليقة بالعميل شورب كان دائما هذا يعني كل شيء تتسرب المعلومات شغلة صغيرة اليوم بالصحافة الإسرائيلية بيقولوا أنه قتل جنديان بس لأنه البائيين قبل بثلاثة دقائق ما كانوا بالشحنة نزلوا 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 من الشحنة يعني لأنه صورة الشحنة أنت برأيك بس قتلين هيك عملية لأنه نحكي أنه العدد أكبر أنا تعودت كاترين أنه ما حاول هيك أعمل غلو أنه إسرائيلي عم بيكذب إسرائيلي ما بيسترجي يكذب على مجتمعه ما بيسترجي يكذب ما بيقدر يكذب بعكس العالم العربي يعني الإسرائيلي ما بيسترجي يكذب قتلين الصحافة الإسرائيلية اليومية اليوم عم بيقولوا أنه أتلان فقط لأنه كانوا نازلين قبل خمسة دقائق من الألية وكأنه عم يستطلعوا لأنه دائما أنت لما بتستطلع استهدفوا الصاروخ مباشرة استهدفوا الصاروخ مباشرة هلأ فيك تقولي والله حزب الله شايف أتلان واثنين وعملون لتكون أنا ما بشوفها لأنه صورة الألية والحجم حكا أنه كورنات اللي استعمل صاروخ أو صاروخين ماذا يعني استعمال هذه الصواريخ بالزات؟ هي صواريخ روسية؟ صاريخ روسية استعملت بال2006 هي لازر قايد دقيقة مش RPG لأنه RPG احتمال خطأ كتير هاي دي بتضلك حاطة السيستم الليزر عم يبعات والصاروخ بشيري لحق نقطة سبوت طبع الليزر الدقة السرعة المسافة وفي وضح النهار الوضح النهار هلأ تبه هي أسرع من الصوت وكذا يعني المستهدف ما بيشوفها المستهدف ما بيشوفها بس القدرة على الحضور يعني اليوم اللي نفذ هنه مجموعة هنه مجموعة بده تكون منموم بالخمسة أو ستة لأنه بديك واحد يحمل واحد يسدد واحد يحمي واحد يأمن الخروج القدرة بيقلك أنه حزب الله يعي المكان يعني التوبوغرافي التوبوغرافي أبيعية بيسموها نحن نسميها بالعلم العسكري تكتك الأوارنس سيتيواشن الأوارنس يعني أنه أنت واقفي بملعب باسكت بسكتي وكب بيت الطابة عارفي وين البانية موجودة وصبتة حزب الله بيعرف وين الخباية وين القصص وين الخبريات بس هون في خرق أكيد وين لما يحصل خرق للإسرائيل طبيعي يعني لم يعرفت أنه جاية سارية معينة من إذا أجع إرهابي إذا أجع إرهابي وبدي يفجر حاله بهدف داخل لبنان لفات أنه يدخل الحدود ويفجر حاله بمنطقة بعيدة مئة كيلومتر هي خرق لأنه أنت شو بقوله دايما وين أم رايت افريبادي رميب وين أم رايت افريبادي فورجت وين أم رايت افريبادي رميب شو بقوله سألة العمل الأمني أنه فيك تضلك سنة كاملة ما يصير في حدث ما يصير في حدث بس يصير في حدث العالم ما بتتذكر إلا الحدث تنسى أنه صار لك كذا سنة هلأ حزب الله كمش الخلية ولقط ناس بس نحن ما بنعرف شو اللي عرفه حزب الله وما أعلن عنه يعني قايمة انكمش العميل في عملية بيسموها تحية طويلة لا يعرفوا حجم الخسارة اللي قدت شو عمل شو سوا اثنان من أنه جهزية ثلاثة بدون ينطروا لا يعرفوا الدامج اللي موجود جوا وبلوس في ناس بديك تشيلية إذا كانت بريئة أو إن كانت مزنبة فقط لأنه كانت على تماس ما بتعرف بس ما فيك تاخده إلا الورست كيس سيناريو أو أسوأ شي ممكن يحب له بدك تغيري مش هناك عادة بحية بلد من العالم بس تشوفي عندك مشكلة بمحل محلات بتشوفي ناس بتعدت الأضواء وناس قربت وناس ما بتعرفيها وناس بتعرفيها بس لأنه صار هالعملية اللي صارت يعني لماذا برأيك اختار حزب الله الرد من لبنان بالتحديد أنا بعتقد هذا لم يرد من سوريا أنا أنا تبقي الرد من سوريا الرد من سوريا ما بيعطي الفعل يعني أو ردة الفعل الموجودة اليوم أول شي في عامل المفاجأة يعني إذا كلنا بالعالم إلنا ما رح يرد من لبنان لأنه لألف وسبعمائة واحد ولأنه لأنه عامل المفاجأة لأنه كمان في مبدأ سوريا عم بحكي شوية ما بيدئة اليوم بس حلو واحد يضلي تذكرون الاستراتيجية ليست عقلينية استراتيجية لا تذكرون أو لوجيكال تقول له ليش يا خي أنا إذا عملت حسابات استراتيجية عقلينية بما أنها عقلينية مفروض الآخر إذا كان عقليني أن يفهمها وإذا فهمها رح يعمل كونتر استراتيج علي حتى يتوقعها فإذن شو الأساس شو العامل الحسن فيها دايما هي المفاجأة سوربريز يعني اليوم حزب الله لأنه كان يتوقع أنه ما يرد من لبنان والدليل على ذلك أنه الدورية كانت طبيعية وعادية أثنين كل العالم كانت تحسب أنه إذا رد من لبنان عندك براسك لألفين وستة بيسموه برينكسمنشب يعني سياسة حافة الهاوية شن هيك قلت اللي كالكوليتت عم بيقلوا لإسرائيل أنه أنا لاك وين ما رح رد بسوريا بس القلق عند الإسرائيل أنه أن تكون هناك جبهتان مفتوحتان فكايل كماشية جبهة لبنان وجبهة الجولان هاي دي المشكلة تبعيتها حزب الله ما بيقدر يفتح الجبهتان خلينا نكونوا واقعيين ما بيقدر حزب الله شو عم يعمل بيعمل تثبيت بالجبهة اللبنانية وحرية عمل بالجبهة الجولان بس هوني كمانا بالمنطقة العسكري حضرت العميد بعض يشوف أنه إسرائيل يمكن تكون من مصلحة أنه تشن اليوم حرب لأنه الحزب فاتح جبهة أخرى وهو اليوم عدوة وخصمة وهو فيه بالنسبة له بموقف ضعيف قد يكون من السهل استغلال هذا التوقيت وشن الحرب على لبنان ما الذي هنا يجعل إسرائيل رغم أنه الحزب منشغل بسوريا أن تكون هي أيضا حذرة من عدم الذهاب إلى حرب في هذه المرحلة بالذات أنا سريع على التفكير يعني أنه نحن كمان بالعلم العسكري بيسموه التفكير الخطي لنيار يعني لكل إكس عندي كواية عندي كنقطة يعني بتشوفي الحرب مثل ما بيقول تشيرشل أنه فيك تفتحيها بس بس كي بتسيطري على العوامل تبعولها واو لكن 2006 شو صار كان الهدف ليش بالقل 1982 أنه 40 كيلومتر بعدين فتنا بعدين طلعنا بعدين بيروت ضلي عيني للعام 2000 فإذا الحرب منه مأموني اثنين هاجس ل2006 هو هاجس الأساسي هاي دي مرة السيد بأحد الخطب طبعيته اقتطف مقولي من محل رجعت أنا تلفنت قلت له لا المصدر من محل تاني مش لأنه أنا بعري بس قريتها سعبت بمذكراته لموشي دايان موشي دايان بيقول له قاعد هو ديفيد بن جوريون بيقول له براي مينيستر أنه متى تسقط إسرائيل قال له إسرائيل تسقط عندما تخسر الحرب الأولى بشنيك قلت لك بال2006 إسرائيل خسرت لأنها لم تربح بس ما كانت سورفايفل إيشو علي أنه والله فطنا وصلنا بي طلق بيبو فإذا عندما تخسر اليوم ل2006 إذا أنت بال2006 كنت ما بتعرفي الوضع الوضع صار أقوى هلأ بال2006 الجبهة السورية مفتوحة هلأ هلأ مفتوحة بال2006 ما كانت مفتوحة 2006 النظام بسوريا ساعد حزب الله بس ما ضرب سكاد على إسرائيل ليه هلأ لو كان في حرب مفتوحة لو حصل حرب سيدخلوا نظام برأيك مما هو اليوم منهج كمان حكما يعني من مصلحة اليوم كمان يفوت بجبهة مع إسرائيل وعنده مصايب في الداخل عم بقولك حكما مش معناتها أنه ما رأي يخسر بس حكما ما عطي بقى النظام ما يدخل لأنه بال2006 سمعنا كتير كلام ومساعدة واللي قطف القطف النصر سكان بعزقوته يعني وما دخل قبل هلأ ما هو عنده وعنده لأنه بعزقوته لأنه بعزقوته انتبهي الحرب بين حزب الله وبين إسرائيل بال2006 هي مكسب لسوريا بدون أي بدون أي خسارة لا لا بدون أي استثمار والدليل على ذلك أنه خطاب جامعة دمشق اللي طلع حكي عنه ونعت الدول العربية تزمى مشهور أخذها الرجال أشبا أنه هو المستفيد الأقصى أنت حداً عم يعمل شغلتك عنك وعم يستثمر وقصص وخبريات بالمعنى القانوني أنت محمية لأنه مفهوم السيادة غير مفهوم حزب الله بتروح بتتغرب الحرب ما قريدي بعد 48 أو 72 ساعة لما قال الرئيس الوزراء أنه حققنا الأهداف تابعونا هو وقتك نعم يحكي عن الصواريخ بعيدة المدى 300 كلمات استمرت حرب 33 نهار 33 نهار فضحت إسرائيل بعدة معاني والمكسب كان لسوريا ولإيران أنه أنت إسرائيل العظيمة هيدا الليمت طبع الفورس تبعي برجع للسؤال الأساسي أنه أنت اليوم إذا بديك تفوت على حزب الله بديك تعملي بإسرائيل يعني لأنه إسرائيل تقاتل بالجيش الاحتياطي ما بتقاتل بالجيش النظامي 80 أو 70% فإذا ما بديك توقفي الاقتصاد بإسرائيل يعني بديك توقفي اثنين عندك انتخابات قريبة ما فيك تعملي انتخابات ثلاثة بدك حكما تربحي هون البيت القصيد حكما بدك تربحي شو اللي بيضمن الربح اليوم مشان هيك ما فاتت بهذه الوحدة واحد من الوحدات مشان هيك بتشوفي أنت لأنه حكما لازم تربح ولأنه ما لازم يقوى حزب الله حطت الخطوط الحمر أنه أنا كل سلاح كاسر للمعادلات داخل لبنان ما رح خليه يفوت ضربت أهداف داخل سوريا وضربت أهداف تقريبا داخل لبنان كل السلاح اللي فيتها بس هون سعادة أنه رد حزب الله كمان كان محصورا ومدوزنا بمستوى معين هلأ رد الحزب هلأ بالشبع لو كان الرد أكبر وكان الخسارة أكبر للضباط كمان يكن فيها إسرائيل أو كان في نتاليهم يظلوا محتفظ لو في خطف كان الوضع مختلف لو في خطف الوضع مختلف وهذا من أنه إسرائيل منتبه ما سعر في خطف والتنظيم لو قدتل أكتر جنود كمانا أو ضباط بس مهم ما يكون أكتر يعني ما تكون عملية مدنية بباص معين بقلب إسرائيل واتنين لو ما في انتخابات الوضع مختلف يعني عندك عدة فكتار يعني عندك أنت معادلة فيها كتير فرياب مضبوطة بشكل أنه تتناسب مع بعض إذا بتشيل عامل منهم بيغيلك عملية القرار هي calculated risk مثل ما قالت أنا بس هي إعادة صياغة هلأ كل العالم تيجي إليك الردع وما الردع بس الردع له يعني له معادلات مهمة هي التماثل المباشر والتذكير المتباشر أنه نحن واحد اثنين ثلاثة ليش أنا بسأل سؤال أنه اليوم بالظرف الإقليمي اللي إسرائيل ما بتدد تأثر فيه وجود اليونيفيل وجود حضر الحزب الله بجنوب لبنان ضمن القبول القانوني للألف سعبين مي واحد أنه ليس ضمان غير مباشر لإسرائيل أنه أي واحد مش منطقي أي واحد يعني مش عقلاني بيفتح جبهتين بنفس الوقت إحدى أهم الأسباب أنه اليوم إسرائيل شو بده عنده بوفر زون لألف سعبين مي واحد بيرسي معادلات معينة لحديث هلأ لم يعني الوضع الأمني والضرب والضرب المضاد والأكشن والرياكشن لحديث هلأ لم يجعل أن يتآكل قواعد الاشتباك بعد الألف سعبين مي واحد يعني الأربعمية وخمسة وعشرين بالألفين وستة وصلت إلى مرحلة الظرف الدولي والظرف الإقليمي والظرف الإسرائيلي والظرف اللبناني بيقلك أنه خي أنا خلص هذا استاتيكو ما بدي إيه بدك تغيري قواعد اللعبة بس هيدا استاتيكو اللي حاول الإسرائيلي يغيره خلق له وضع مؤزل له استاتيكو أكتر مشين هيك قلت أنا أنه الحرب ما بيقدروا على الإسرائيل لأنه بده ينهي الحرب لصالحه ومين بيقلك يعني بيقدر ينهيها لصالحه كيف قرأت هنا الموقف الأمريكي أنه الضربة موجعة ولكنها لقى أو هي موجعة ورغم خطورتها لا تستحق حربا الأمريكي اليوم هل كانت هنا رسالة إلى إسرائيل إي إي رغم أنه عم بقول إسرائيل ما كانت أصلا بيوارد رخبرك خبرية أنا خبي يعني هادي باكي شي خاص يعني أحد المفكرين اللبنانيين كتير بحترموا بحبوا بجلوا يعني يعني هو من المهمين قال لي مرة قال لي يعطيك الأمريكي والعلاقة مع الإسرائيلي بيجي بيقلي رح تلعن طلبة موعد من الرئيس الحريري الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري بيقل له بدنا نفتح مركز دراسات يقول له اي تكرم هناك بيبعثه لعند شخص لقي مولو قال له خيي أنا ما بدي مصاري وأنا بفتح لديك رجع أخذ لي موعد من الرئيس الحريري رح لعنده الرئيس الحريري بيحب يعني إذا بديك الفكر أحتضنه حراما بيرجع لعنده بيقل له أنا ما بدي هيك بدي هيك قال له خيي إنه مشين شو بدنا نعمل يعني مركز دراسات قال له لحتى نعمل بوليسي مايكين يعني من قل لك تطلع تنزل وكذا قال له لك لخبرك الخبرية الله يرحمه الرئيس الحديد مرة حزب الله قبل تفاهم نسان أو خلال تفاهم نسان بيعمل عملية على إسرائيل الرئيس الوزراء وقته بيقل له ل إهودا بارك اللي كان رئيس الأركان حضر حالك بدنا نرد بيجي الرئيس كلينتون وقته بيقل له لأهده لأهده بارك ما ترد عليه شو بيقل له بيقل له الرئيس الحرير الله يرحمه كمان لهذا الشخص بيقل له أنت منافق تجيب ليها بمركز الدراسات طبعك هاي المعلومة عم بعطيكي المثل أنا ما أعرف إذا بيزعل مني لقلتها بس بس مهمي كتير قال له خي أنا حكيت يعني إجاني من أمريكا شوف القدرة على الحصول أنه قال له الرئيس اسمه كلينتون ما ترد عليه قال له ما ترد عليه اليوم أنت تعرف شو كاتي باريز بالجريزة المبوست قال عندما نرسالي لنا تانياهو قال له لما بيقل لك الرئيس الأمريكي لا تذهب إلى واشنطن يعني يجب يهفت شطب وتبقى بإسرائيل أو فلسطين المحتل حتى ما حدا نينت يعلي عليه أوكي يعني شو في شو التأثير الأمريكاني أنه ما بتتذكري قضية المايك المفتوح اللي نسي قعد ساركوزي وأوباما بيقل له ساركوزي أنا عارض الشسائيلي عمي هالزلمة قال له لخي أنت فيك تتعامل أنت مقتر تتعامل معه مرة بالسنة مشكلتي أنا كل يوم أتتعامل معه اليوم الواقع الإسرائيلي والحرب ما بدي إياها أمريكا أصلا وما فيها إسرائيل ما ترد على أمريكا ولا ممكن هنا أنا أقول فيه فيه وجوهات نظر مختلفة من يتبع من ومن يراعي ضرف من بدك أكثر من 73 وصار فيه استنفار نووي كيسنجر تركها أصدا لا يفرض حل سياسي إجا المجنون شارون عمل الخرق على دفلسوار وفيت على الجيش التالي بعدين بلشوا يرجعوا وقدت لأتفاق كام ديفيد الإسرائيلي الأمريكاني اليوم هيدا اللي بحب أعرفه أنا أحب الناس منتعرفه إنه إسرائيل ليش الرئيس بوش الرئيس بوش إذا بتتذكري شمير شمير لما قال له وقت حرب العراق قال له يوشرب ما بتتدخل ما بتعمل قامت أيامته ومشين المستوطنات حرموا من 10 مليار دولار مساعدات يعني اليوم أمريكا إسرائيل حليف استراتيجي هيدا اللي يقلق إسرائيل اليوم إنه هي أي أنفتاح أمريكا على إيران صار في عندها أولويات مختلفة بالنطقة كل الأولويات رح تكون على حساب إسرائيل وأهميتها شو هالحليف الاستراتيجي يلي لا فيك تستعمليه ضد الإرهاب ولا فيك تستعمليه بال91 تحديد الكويت ولا فيك تستعمليه ضد العراق بال2003 شو هالحليف الاستراتيجي يعني صار عبء هون في نقاش بإسرائيل اليوم هل هي عبء أو ليست عبء أو فعلا استراتيجيك أسد إذن أمريكا أيضا لا تريد الحال لا 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 اليوم المفوضات الجارية بين الإيرانيين والأمريكيين شو كان مدى تأثيرها بكل ما جرى يعني نشوف أنه اليوم كان فيه يمكن نحذر كمانا إيراني أنه ما يكون الرد على مسرح دولي مش بس أنه موضوع الخرق وما إلى ذلك يمكن مراعاة للإيجابية التي تتحكم بالمفوضات الإيرانية الأمريكية هل أثرت هذه المفوضات ومسارها الإيجابة التي يحكي عنه على الضربة والرد من قبل الحزب خليني أخذها بطريقة مختلفة اليوم كان مطلوب يكون الرد الحزب الله على إسرائيل أن يكون موجعا إلى درجة أن تكون الرسالة وصلت ونرجع لموضوع الردع ولكن ليست كبيرة كفاية إلى ضرب قواعد اللعبة ما يا قواعد اللعبة هي على الجولان وفي جنوب لبنان وبالفعل الموضوع الإقليمي الرد الإيراني صحيف في انفتاح مع أمريكا ومرتحين بس أني ولا مرة ترددوا أن يتدخلوا في العراق من ضمن المصلحة غير المعلنة الأمريكية يعني أنا عم بتضرب داعش وأنت عم بتضرب داعش وهون بيجي إذا بدك اللعبة السياسية والعقل الإيراني يعني الخداع بالعقل الإيراني والبلغ السياسي يعني إيران ما فيها ما ترد بس ما رح ترد لدرجة أو حزب الله لأنه مرتبطين ببعض هاي دي اللي صار إذا هي رد إيراني يعني يعني أنا أنا متبعي لا والتنفيذ محلي والبدكي بس اليوم السيد بيقلك نحن بحور مقاومة والسيد قال رح الرد والمسؤولين الإيرانيين قالوا انتظروا مننا شي كبير واليوم في مسؤول إيراني يعني وصل بالأمس إلى لبنان أي مسؤول إيراني ويحكي عن أيضا سليماني أنه جاء إلى لبنان بعد 20 ساعة من ضربة القنيطرة شو معناتها والصورة علنة هون بدي أسألك ماذا يعني هذا معناتها تبه هي ضربة القنيطرة أظهرت شي معين هلأ انت فيك تعمل سبيكوليشن على شغلي بس لما بتعطيك إيها فاكس عن دي جراند صارت مختلفة يعني اتهام الإيرانيين بالتدخل بسوريا الحدث اللي صار واغتيال أو قتل الضابط الإيراني مع مجموعة حزب الله بيقلك كيف تركيبة العمل بين حزب الله وإيران وعلى الأرض يعني أينما كنت في عندك مشكلة مع داعش أو ضد مع من هم ضد النظام ومع إسرائيل عندك تركيبة محلية وعندك إذا بدك حضور دولي أو إقليمي بالتحديد إيراني السوري اليوم مشغول أكتر وبالمعنى النصح بالمعنى الحضور بالمعنى تبه بالمعنى القيادة والسيطرة إلى حد ما لأن حزب الله عنده حرية مطلقة بدرجات كبيرة بس هالحرية ما لازم تكون تغير مشروع إقليمي أو تغير المعادلات الكبيرة الموجودة اليوم مجيءوا لقائد سرايا القدر أنت عم تحكي عن شخص إذا بدك بالمعنى الأمني على دينته لمرشد الثورة الإيرانية على شخص وعلناً تصور بالعراق وحطوه على التويتر وحطوه على وسائل التواصل الشميعي وكأنه هي رسالة على شخص يتعامل مع الميليشيات الشعيب العراق ضد داعش علناً عم بيقلك أنه نحن موجودين هون صارت الضربة وستنرد نحن قالنا نحن موجودين بس كمان كالكوليتد إلى درجة ما تضرب طبعي موضوع النووي الإيراني الأمريكي موضوع كاترين كتير كبير ما تضرب شو الملف النووي مفوضات النووية ما عملك اليوم في تقارب كتير كبير وخلص يعني اتعلقت يعني صار في عندك هوك ومشيت الحدث اللي صار أنه عمل إلى درجة ما يضربه بس موضوع النووي الإيراني والتقارب الأمريكي الإيراني موضوع كتير كبير لحتى حادثة مثل هيدا توقف هلأ الحرب على لبنان هي كتير كبيرة لحتى تضرب المسار وهون بيجي دور الأمريكاني وبيجي الكالكوليتد ريسك الإيراني وحزب الله على اللي صار بشبع إذن يعني بالمحصلة حتى لو حصل ضربة جديدة على شكلة رح تضل لكاترين وحصل رد من جديد من قبل الحزب الأمور مضبوطة ليس هناك من احسمال الذهر نحو حرب مفتوحة الضربة والضربة المردة خلقت بين الحزب وأسرائي خلقت معادلة جديدة هلأ هالمعادلة تتآكل كلما تغير الوضع الإقليمي كلما تغير الوضع الميداني على الأرض يعني اليوم سقوط سوري يعني سقوط حلب يمكن عن بعضي مثل حسب بيد من واليوم عم بسأل سؤال كمانا هدا ما حدا بنتبه له أنه اليوم كوباني سقطي هلأ احكي عن كوباني وعن داعش طيب خلي خلي لأ بعض شوي فازن اليوم أنه يعني تبهي لش بيعمل أب ديت أنت برغرامك الصوفت سوير تعمله أب ديت العلاقة بينك وبين اللي بتحبيهم بين جوزك وولادك علاقة متغيرة مشان هيك الاستراتيجية شكلي الاستراتيجية ما النسابتة يعني أنا عم بسأل سؤال حسب الظروف وحسب الاستراتيجية الدفاعية تبهي الاستراتيجية الدفاعية قبل العالم الربيع العربي أنا ما بسميه ربيع يعني كانت شي ولكن لما اكتشفنا فيه نفط عندنا على الساحل صار فيه استراتيجية مخلوق كائن يتبدل بقى هيد المعادلة اليوم قرسيت صار فيه ضابط لألة مع الوقت بتصير تتآكل بس تتآكل احد الفريقين بيحس انه لازم يغير استراتيجية لمرحلة جديدة بدأت تصير واسرائيل بدأت ضل تستهدي في حزب الله حرب مفتوحة ولكن الحرب هي اذا بدك مضبوطة مفتوحة ولكن مضبوطة لم تكن مضبوطة بال2006 لانه الامريكي جورج بوش قال لهم عليهم وكون ديليسا رايس بدنا شرق أوسط جديد بدنا شرق أوسط جديد وقت رد المرشد السوري قال لهم نحن لدينا شرق أوسط جديد الخاص فينا وفعلا 2006 عملت شرق أوسط جديد مش اللي بدو هي المرشد مش بدو هي حكما الأمريكي لحتابة طبعا معك وفي أسئلة كثيرة أيضا عن وجود حزب الله في سوريا بعد القناة عن جبهة الجولين وإمكانية الاستمرار في الفتحة أيضا وعن داعش وكوباني وبعدها خسارة داعش أكثر من منطقة بالإضافة إلى كوباني أكثر من منطقة عراقية أيضا ما مصير التحالف والحرب ضد هذا التنظيم ولكن بعد هذا الفاصل تابع مشاهدينا هذه الحلقة من برنامج الحدث بالقسم الأخير مع ضيفي العميد اللي يسحن حضرت العميد ضربة القناة لقالة إسرائيل إنها استهدفت هذا الموكب لأنه كان في معلومات للعدو الإسرائيلي بأنه حزب الله يحضر مع إيران ومع النظام في سوريا لفتح جبهة على الجولان ربما تستنزف إسرائيل على مدى طويل كيف أثرت ضربة لقناة إسرائيل صحيح أن الحزب رد عليها في الداخل لكن كيف سيكون التأثير على جبهة الجولان بالتحديد وهل سيستمر الحزب في هذه الجبهة وبالقوة نفسها التي كان سائرا بها سابقا كاترين ما لازم ننسى الخطاب الفصل أو الفيصل للسيد حسن نصر الله قبل الدخول إلى القصير وأنا بنفس النهار كتبت بالسفير مقال موجود قلت في في تحولات جايو سياسية أو جايو عسكرية إلى ما شابها تقوم على ما يلي بالخطاب ذاته بيقول السيد سنفتح جبهة الجولان سنفتح جبهة الجولان وقت النظام بسوريا بعد ما كان هالتحولات كبيرة يعني مانع أو ما مانع ما بعد إذا كانت كالكولية بين الاثنين وسندخل إلى سوريا إذا ما حربنا هون هون هونيك رح نحربون هون أنا وقتها قلت استنتج ثلاث شغلات مهمين أو أربع إلى حد ما واحد أنه لأول مرة بتاريخ سوريا و لبنان والعلاقات عندك الجولان محتدم نار وجبهة لبنان مستقرة لأول مرة لأول مرة لبنان ليس خاصرة طرية لسوريا لبل هي خاصرة حامية ودخول حزب الله لسوريا أنقذ النظام شأنها ما بينه ثالث مرة ثالث فكتور أو عامل أنه لأول مرة فصيل لبناني بروح بيقاتل بسوريا بدل ما كان يقاتلوا يعني بتذكر أنا الحرب اللبنانية الصاعقة بلبنان وكله بلبنان فإذا عندك تحولات جزرية أساسية هاي واحد ما أنتجوا الأرض اليوم سقوط القنيطرة أو المنطقة العزلة أو الديزنجاجمت العزل سقوط الأنبار سقوط الشرق السوري وفقط يعني بين دمشق لتوصل إلى الكسب منطقة النظام الأساسي فعلا بسيطرة لا يا صحيح عنده بدار الزور بعد عنده بحلب بس فعلا المناطق الأساسية تاريخيا بين دمشق والقنيطرة كان دايما جهد العسكري للنظام لأنه كان بيعتبر أنه أي هجوم إسرائيلي رح يكون من هذه المنطقة من الجنوب اليوم شو عم بصير بالجنوب إذا سقط الجنوب يعني صار في عندي كوريدور سهل يأتي من الأنبار تنزل الأنبار إذا بتتخير الخريطة من الأنبار لجبل العرب أو جبل الدروز بيوصل على درعة وبيطلع بالكوريدور ليوصل لزباداني ليوصل لبريتال ليوصل لعرسيل ليوصل للقصير ليوصل لعرسيل وهك بالتالي وهك بالتالي هك بالتالي بتكون دمشق تطوقت وبديك ترجع تعملي ريدو لموضوع القصير عم بيحكي أنا بالبعد الاستراتيجي البعيد المدى الخطاب عطاك الأرضية الأساسية اليوم التنفيذ على الأرض التنفيذ على الأرض يستلزم وجود قيادات من حزب الله بهذه المنطقة بس شو أثرت ضربة القناة يطرق على التنفيذ اللي عم تحكي عنها؟ أثرت أخرت الموضوع ماشي لا يمكن لحزب الله أن يتخلى عن تلك المنطقة لا يمكن لا لأنه التخلي عنه بيضرب لك البقاء على الغرب بدروزه بالشيعة الأقلية إلى حد ما بالسنة لأنه الواقع عنيك واقع مختلف وعندي قصرة طرية هاي دي المناطق تعرفي الجيش اللبناني تقريبا بمناطق معي أنا منع دخول الجرحة هاي دي المنطقة هاي دي كوريدور أنا سمعته الكوريدور الخطر وعملت عنه حلقة طويلة عريضة عن الموضوع هاي دي الكوريدور الخطر هاي دي الكوريدور شوفي القرى أنت بتلاقي القرى الدرزية مهمة من هون قلق وليد باك على الموضوع من هون قلق الدرزية حتى الوزير وقامه هاي بحكي عنه ونحن عم نستعده ونحن عم نعمل نحن حكيين عنه وعملين عنه قبل بفترة هاي دا استمرت هاي دا معالك صعبة بتلك المنطقة وقدر رح تكون مهمة الحزب وإيران السهلة فعلا في مساعدة النظام في تلك المنطقة إذا النظام إذا حزب الله ما بيقدر يسيطر عليها لأنه ما عنده العديد سيمنع الآخر أن يسيطر عليها يعني بتضل معناتها وأن تكون وأن تكون ممرا هلأ بيبقى تركيبة القرى يعني بين الشام لتوصل إلى درعة تركيبة القرى الموجودة هونيك كانوا في مناطق كتير حلوة خبرني حد السياسيين اللي مهمين مناطق كنا نروح نجيب لبنانية نجيب الينسون من هونيك نسيتش اسم المنطقة بس مناطق كتير مهمة تركيبتها أنتي آيزس يعني ضد إذا بدك ضد داعش تركيبتها ضد النصرة ولكن ليست مجهزة للقتال كما يقاتل جبهة النصرة فإذا بدها دعم ممكن عملية ترتيب الوضع هونيك يعني يكون في يعني مستشارين من حزب الله أو إيرانيين أو شوريين اتنين مركز سقل هيدا أطول منطقة تأخرت لو وقعت أو بعد ما وقت إلى حد ما بالكامل لأنه هاي المنطقة قالت لي كان جهد النظام الأساسي هو على جولين ودرع لأنه كانت الحرب الثلاثة سبعين منونيك فإذا جهد الأساسي كان موجود اتنين المنطقة السلسلة السلسلة الشرقية أكتر رادارات مهمة ومضاد للطائرات كان السوري حططها بهذه المنطقة لأنه إسرائيل كانت لهدف الأساسي فإذا تواجد حزب الله بهذه المنطقة بيتأخر يتأقلم مع التحولات ما رح يغلط نفس الغلطة بكرة ويبعد ستة مع بعضهم رح بصير في شي جديد هذا الشي جديد رح تكون المقاررة الاستراتيجية موجودة دخول حزب الله إلى سوريا بغض النظر عن ساحة لبنانية يعني أنا ما بدي أدخل للساحة لبنانية هو بالمعنى القانوني والمعنى الدولة الأمي والسيادي هو غلط بس اليوم بيقلك حزب الله أنا من ضمن المحاور المحاور المؤومة وأنا إذا سقط النظام هاي دي حسابات جايوا سياسية بدك تشيلي شيعة بدك تشيلي سنة مشين هيكي لاحظة كاترين أنه لن يسمح بلبنان أن تنشأ مجموعة سنية مؤيدة للإرهاب تعاني حزب الله الأسير واحد منهم هلأ بتقليلي تاب اليوم شو الموقف السنة بلبنان الموقف السنة بلبنان هو أهم موقف بتاريخ لبنان أولا أنه السنة ليس ملازن آمنا للدواعش هاي دي شغلة كتير مهمة بس بدك تعال نعم نشوف الحوار اللي ماشي بتتويسي معنا حوار هلا بإليك شو سببه هون بديك تشوف أنت كشيعة كحزب الله وكدولة وكمسيحة كيف بدك تطمن السنة أنه مش أنا اللي نقتر الرئيس الحريرة وأسخرة الحكومة وعم تضربوني وأنا السنة وأنا 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 واستداف أهل السنة بدي يكون فيه إذا بدك يعني ميزان صيدلة تنعمل فيها لأنه لازم تسترد السنة لأنه نعمي على لبنان موقف السنة اليوم أنه هو ليس مؤيدا أنا أبن عكار لما دبح العسكري بس كل السنة ليس مؤيدا طبعا لشكل الشيعة مؤيدين لحزب الله على طول وخلقناهم أجناسا ضروري بس المجوريتي أغلبية السنة في لبنان ما حدا أنا بعرف ترابلوس أنا بعرف ترابلوس مزبوط أنا أبن عكار ترابلوس 99.9% ليبرالية بيجوا بيصهروا عنها بيقضوا بيعملوا بيمارس عشائز شعائر طبعا يستفيدوا يعمل بده بس ولا مرة كانوا مع السلفيين أبدا ولاحظي هاي الشغلة مهمة أنا الدبح العسكري الشهيد علي من فنيدي علي السيد علي ألب ألب الموقف السنة بعكار ضده لداعش ولكن دبحوا سنة بعدين هاي دي بشكل عام اللي عم تحكي عنه الحوار التحول الكبير كاترين اللي ما حدا بنتبه له هو قرار الملك عبد الله رحمه الله يعني عندما أصدر عندما غير التركيب الأمنية بسوريا تتذكرية تغير المخابرات بندر بن سلطان وغير التركيب كلها واحد اتنين اصدار لائحة بالمنظمات الإرهابية الإخواني المسلمين النصرة القاعدة وداعش اليوم بلبنان اللي عمله الوزير مشنوق مشكورا عليه هو من ضمن هيدا السياق الموجود يعني اين بتهي بس بعده الحزب عم بيسمي دولة إقليمية مسؤولة عن اه اكيد عن الارهاب وعن داعش اوكي فين يقل لك شغلة تانية فين يقل لك شغلة تانية فين يقل لك شغلة تانية كاترين اه فيش حدا ما استغل الارهاب اليوم الارهاب والمنظمات اللعب جايه سياسيه كبيره بس يستغلها شي ويمولها لا لا ما هو تمويل هي تمويل تمويل لاستغلال تمويل لاستغلال بالألفين وواحد لما ضربت تنظيم القاعدة بأفغانستان أهم قيادات بالقاعدة لأوين راحوا ما بديك تقولي يا راح قوله أنا راحوا على إيران مش معانيتها إيران تدعم إيران يستغل بوقت ملوات لهدف إقليمي اليوم المملكة العربية السعودية دعمت وقطر دعمت بس كل واحد لهدف معين عملية التموضع بالمنطقة أنه أنا كمملكة العربية السعودية أنا ما عندي حزب الله موجودة باللبنان وما عندي بالعراق عندي هالحركة بس وصلت لمرحلة هاي الحركة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على اثنين هاي الخطر الكبير واحد اثنين بلشت العالم كلها تطلع على المملكة أنه أنت بس الهدف جايوسياسي ما تفكري أنه الهدف إذا بدك يعني ديني شو بيسموها وعابي هاي دي أوكي بس اللعبة اللعبة جايوسياسية لأنه هذا الصراع مع إيران والمنطقة كان قبل المسيح وكان قبل الإسلام وكان قبل الشيعة الصراع مستمر يعني اليوم إذا بدنا نرجع على السؤال عن جولين ووجود حزب الله هناك المعركة أيضا مفتوحة هناك ولكن كمانا ما في انتصار مرتقب لفارق على آخرين رح نضل بنوع من التوازن القوة كاترين عرفي الانتصار إلي اللي تعطيني تعرفي شو معنات النصر بالتلاتة وسبعين وبالسبعة وستين عرفنا دولة ضد دولة اعدوا على طاولة طلع قرار مجلس الأمن عرفنا باللواحدة وتسعين اعدوا قيادات صدام حسين بالخيمة مع شوارسكوف أنا أقصد انتصار بمعنى أنه إخراج النصرى وداعش من تلك المنطقة بالكامل النصرى بالتحديد وسيطرت الحزب النصر لحزب الله النصر لحزب الله يقاس بمقيالين واحد منع الآخر اثنين القدرة على الاستمرارية هو اللي شغل تاني من مين هو اللي معيارين أساسية القدرة على الاستمرارية هون بيجي الدور يعني اليوم ست شهده لحزب الله وقائد إيراني لو ميرت حزب الله عنده مشكلة معنوية إذا هيدا الكوريدور مفتح وصار فيه جبهة كتير كبيرة تتطلب جهد كتير كبير من حزب الله حزب الله ما فيه يبعث النخبة تبعيته تقاتل بها المناطق رح يكون فيه عدد قتلى كبير من حزب الله تتآكل القاعدة الشعبية حزب الله لأنه أهم مشل هيك ما فيه يبعث النخبة تبعوله ما فيه يبعث على طول أنه فيك على وقت معي مشينيك السيد شو قال بياخد خطاب الحل سياسي ما بتتذكر كمية بخطاب قال السيد أنه مثل هايدي اخدينا كوتايشن من خطاب موتسي تونغ عن المقاومة قال لهم المقاومة هي السمكة والشعب هو البحر ما فيك تفصيل عن بعضهم بعد 2006 قال لهم السيد أنه نخي نحن السمكة إذا ما أنتو حضنتونا بس الحضن إلو ثمن إلو ثمن معين لفترة معينة التقارب الداخلي في لبنان بيحرج أكتر ما يكون فيه انعزال شيعي أنه والله نحن مستهدفين من السنة ومنها مش السنة بشكل عام من الجهاديين فإذا منع الآخر من السيطرة لأنه بيخلق له مشكلة لأنه لايك اليوم على عودة النصرة وداعش إلى القلمون أزعجت الجيش وأزعجت الحزب الله صار بدك مزيد من القوى والقدرة عدم الاستنزاف لحزب الله جزء أساسي هو لي يقاصل نصر لحزب الله عنده مشاناك اليوم أنه الحل سياسي بس الحل طويل ما أنه قريب الحل بسوريا حل كتير بعيد هالكلام بيدفعنا للحديث بآخر هذا الحوار مع أنه الوقت صار ضيء ولكن عاد ما بيسمح لنا الوقت عن داعش يعني عن طول الحل بعيد هون كان الحل بعيد على مستوى الأزم السورية بشكل عام ماذا عن داعش بالتحديد هون ووضعه نحن نسميها داعش بس إذا بدي خلينا داعش دولة بس داعش تلق اسمها إذا بديك بالمعنى على نور الخلاف الإسلامي IS يعني بطلت ISIL وبطلت ISIL ما لنا مشكلة داعش خلينا نسميها داعش اليوم داعش لم تكن لتقون لو لم يكن لها مكون اجتماعي ما نتضحك على بعضنا والمكون الاجتماعي والحاضن الأساسي طبعها يعود لأمرين أساسيين للسلوك الأمريكي والسلوك الحكومي بالعراق ما بديك فين حكا عنا ثلاثة الأساس والتخطيط لداعش أنت معك خبر وأعطيك مثل بسيط أنه داعش لقدرت أخذت الموصل ضلت سنتين تحضر إذا بتشوفي عدد السيارات المتفجرة والموتسيكليات والفانات والاغتيالات وموقف الناس بالموصل من الشعب من الجيش العراقي كانوا عم بيضربوا بالحجار أنه أنت جيش محتل أنت جيش جيش الصفويين صار في تحضير لألة فترات طويلة أدى إلى أنا سميت عملية بليتس كريكن أو الحرب الخاطفة إلى هذه السرعة بالسقوط السرعة بالسقوط وحتى الوصول إلى سوريا اليوم داعش إلى مكون سنة إلى مكون عشائر قبائلة معك خبر أنت أنه داعش قبل ما تعمل العملية أتلت كل من كان يتعاون مع الأمريكيين ومن الممكن أن يتعاون مجددا مع الأمريكيين شوفنا شو عملت مجازر بالقبائل أنت معك خبر أنه أغلبية القيادات المهمة بداعش هن من الأبعاسيين يلي حضرته برامر تركن وحل الجيش العراقي يعني عندك أنت منظومة لوصلة داعش لهون الأخطر اليوم سقوط الجيش العراقي والسيطرة على ما يقارب 20 مليار دولار من العتاد هيدا عطى دفع حركة دب بيت عطى قوة نارية مهمة البنك المركزي بالموصل يعني سيطروا عليك هلأ بيقول ما بيأسر هلأ بيقلك صار مع المصاري 2.4 مليار دولار هلأ كوباني وبعض المناطق اليومية أضعف الداعش ولم تنهي داعش إنهاء داعش وحل سياسي يقوم على صحوة جديدة استرداد استرداد استعاب السنة استعاب السنة كوباني هي مشكلة لداعش ولكن هي مشكلة للأكراد هلأ منتصروا الأكراد هي مشكلة للأكراد شو في التصريحات التركية اليوم شو عمين حكى مشكلة بمعنى أنا شو بدون شو بدون يصير هلأ من بعد أوكي ربحنا على داعش وبعدين رح يرجعوا للدولة ما بيقضي رجعوا للدولة السورية ورح يسعوا إلى حكم ذاتي أوكي حكم ذاتي هون المشكلة التركية يعني حزب العمال كردستاني وقاله لشو الأتراك سمحوا بدخول البشمرقة لأن البشمرقة هي بشمال العراق والتعاون قائم مع تركيا تركيا تفضل أن تكون البشمرقة بكوباني كوباني يعني شركة طبعا سكك الحديد تبعا كوباني بهمة تكون البشمرقة موجودة جوها لأنه عندها القدر على التعاطي معنا لأنه الرئيس طبعا موجود بشمال العراق والعلاقات جيدة والعلاقات جيدة بدل ما يكون البي كي كي أو هذيك لأنه عندك مشكلة مع أجلان تركيا ما بدأ الأكر كردي يقاتل يصير متصلب وقادر وياخد خبرة ويرجع ينقلب عليها صحيح في كوباني بس في مشكلة تركية في مشكلة كردية بالمرحلة الأدمية طبعاً رح أتابع معك حضرت العميد ولكن أيضاً في عنا تصريح رئيس رجل الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين البروجر لمباشرة من السلاي الحكومي سنتابع معاً تصريحه ونستقنس من بعدها الحوار حقيقة الأمر كان لقاءاً طيباً وإيجابياً وبناءاً جمعنا به دولت رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام حيث نقلنا له في بداية هذا اللقاء الكريم التحييات القلبية العطرة من قبل كافت مسئولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة من قبل دولت رئيس مجلس الشورى الإسلامي الدكتور علي لاري جاني و همچنین از مهمان نوازی دولت و ملت لبنان در مهاجرین با توجه به شرعیت منطقه در لبنان حضور پیدا کردن تقدیر و تشکر گئر و أيضاً قد عبرنا لدولته أننا نقدر و نثنون عالياً الدور الإنساني البناء الذي تقوم به الجمهورية اللبنانية الشقيقة طوال السنوات الماضية في مجال احتضان ومؤذرت مئات المال ألاف من المهجرین و النازحين السوريين الذين اتاو إلى لبنان هرباً من الأزمة الدامية لتتعصف بسوريا في هذه المرحلة و أيضاً دراست أفضل السبول الآيل لتطوير علاقات الثنائية كانت من الأمور لهم لتناقشناها خلال هذا اللقاء با توجه به ظرفیت مجلس شورای اسلامی در صاختار سیاسی جمهوری اسلام ایران قرار شد که ما در مجلس تلاش بیشتری برای تقویت روابط به خصوص تربود اقتصادی و تجاری به عمل بیاریم و نظراً للدور الحیوی و الهام الذي يحظى به مجلس شورای الاسلامی في الجمهوریه الاسلامیه الارانیه في بنیه النظام السیاسی القائم في ایران فقد اكدنا لدولته عن اننا لدينا كامل الاستعداد للعب الدور الحیوی و الجاد و البناء في مجال دعم كل ما من شأنه ان يعزز و ان يطور العلاقات الثنائیه بين ایران و لبنان في مختلف الصعود و خاصة في المجالين الاقتصادي و التجاری بعضیت امنیتی منطقه از بسار دیگری بود که در این ملاقات نسبت بون گفتگو به عمل من و في جانب آخر من هذا اللقاء الكریم تحدثنا مع دولته بشكل مصحب حول مسئلات الامن والاستقرار على صعید المنطقه بشكل عام برای جمهوری اسلام ایران امنیت پایدار لبنان از اهمیت بی جه برخوردار است و کما تعرفون فإن الجمهوریت الاسلامیت الایرانیه طول عنایه ممیزه في مجال حفظ الامن والهدوء والاستقرار في ربوع لبنان العزیز لبنان على رغم کچکی مساحت و جمعیت حجم بزرگی به لحاظ سیاسی و وزن در جغرافی های سیاسی منطقه و جهان برد و نحن نعتبر ان لبنان الشقیق على رغم من صغاره من الناحیه الجغرافیه و على رغم من قلت عدد سکانه من الناحیه البشریه الا انه يلعب دورا هاما و بارزا و استثنائيا على صعید التطورات السیاسیه ليس فقط على مستوى الاقلیم و انما على مستوى العالم برمته و نحن نعتقد ان التطورات السیاسیه الجاری على مستوى المنطقه تساعد الى حد ما على اراحة الاجواء الامنية و على تعزیز الاستقرار في لبنان همچنین تحولات جدید در عربستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت ایضا تحدثنا مع دولته حول آخر التطورات و المستجدات في المملكة العربية السعودية سیاست ما به عنوان جمهوری اسلام ایران داشتن رابطه خوب با همه کشورها ببیجه همسایگان از جمهور عربستان هست و ایضا فإن السياسة الثابتة والمبدعية للجمهوریه الاسلامیه الارانیه تقوم على نسج افضل العلاقات الاخویه مع دول المنطقه بشکل عام و مع دول الجوار بشکل خاص بما فيها المملكة العربية السعودیه و همه گونه که متلحستید وزیر امور خارجی جمهوری اسلام ایران اخیران برای شرکت در مراسم بیجه عربستان به این کشور سفر کردن و با مقامات این کشور گفته بودشتن و کما تعریفون ایضا فإن معال وزیر الخارجیه الارانیه دکتور محمد جواد ضریف قد ذهب مؤخراً العربیت السعودیه من اجل تمثیل الجمهوریه الاسلامی الارانیه بشکل رسمی في مراسم تشیع العاهل السعودی الراح الملک عبدالله و كانت مناسبة که يلتقی من خلالها به المسئولین السعودیین ما متقدیم که به هر ميزانی که این ارتباطات در منطق تغوییت بشه به هممیت منطق کمک بات کرد و نحن نعتبر انه کلما توطدت و تعززت العلاقات الاخویه بین دول هده المنطقه کلما استطعنا ان نساعد في ترسیخ و تعزیز الامن والاستقرار في ربوعها بومیت داردار بولغت فادي على امل ان نتقی بكم لاحقا نرجع ل متابعة هذا الحوار مع العمید المتقاعد حضرت العمید شو تعلیقك على هذه الزیاره كنا نحکینا كتير عن نهیئة الضربه ایرانیه و عن زیاره قاسم سليمانی اللي ایضا حکی عنا بعد 24 ساعة من ضربه القنادرا عم نحکی عن ضربه حرکت المفادین الایرانیين عم تحکی عن ضربه ضربه العسکریه قناترا اغتیال قائد ایرانی رد بشبعة عندك اليوم زیارتان واحده بعد سياسی و واحده بعد عسکری البعد السياسی بروجارده عم يحکی مع المسئولین العلاقه وهده البعد الدبلوماسی يلی فيك تغذیه بس بالبعد الدبلوماسی لانه الاهداف الجیو سياسی مختلفه تتناقض مع الدوله اللبنانی بالمعنى الدوله اللبنانی تبه بس البعد الاساسي اللي بتشوفيه هو القائد قائد سليمانی سليمانی يلی اجا رمزیتو بال يعنی زیارت ضریح جهاد مغنیه و الحج عمال اتنین هایده ما منعرف شو عم يل هایده كيف یعنی عنديك بعد سياسی بعد عسکری بیور هنیك الشغل يعنی هنیك الشغل الاساسی البعد السياسی هایده انو ما تعتلوها من احنا وكذا بس البعد الاساسي الفعلي هو تحت و هایده بيقلک انو ما في حرب يعنی كأنو الايرانی عم يجی قول رساله للبنان ببعدين و عمو رساله للدن للعالم كله ضمن اسرائیل انو دونت وری الامر اللي دونت وری under control يعنی هده يمکن غلط عم بحسو بس انو عم قلک انو نحن موجودین خلص انت هانا واليوم تتزهر اكتر بخطاب السيد ناصر الله بشكل اساسي بيحكي عن سوريا بشكل اساسي و بعتقد بودو يطمن الحوار بالداخل و بودو يطمن موضوع رئاسة الجمهورية انا بعتبرها صارت هميشية هميشية بس بودو يطمن الفريق الاخر بالداخل لانو اذا بتشوفي ردت فعل الفريق الاخر بالمعنى المنظمي يعنی مش بمعنى الشخصي كانت مختلفة تماما يعنی اذا بتشوفي دولة الرئيس تمام سلام قال 1701 حتی دولة الرئيس سعد الحريري 1701 ما حدا راح بالعاطفه من كتير يمكن اكتر واحد راح بالعاطفه شوية صغير مش بالعاطفه بالعقلانه انه ما لك حق تاخدنا ما لك حق تروح هو الدكتور سامير جعجا لانه سائبة جلسة الانتخاب تأجلي و دائما وقت الجلسة الدكتور سامير جعجا بيكون موجود و بيحكي و كان بعد الكالكولاشي مش معروفه انه ممكن نروح كانت اكتر بريفنتف منه انه فعلا عارفين شو بود يصير كانت الخشي من الذهاب كانت خشي من الذهاب بس لما رأي الوقت شوية صغير يعني راح تتسكر و ايشت الفكرة الكل انه ايه 1701 تشفنا كمانا من العام ال 14 ادار كمانا صعدت يعني و قرار الحرب والسلم و قالو حق الحزب يخدنا بسعلك سؤال خلاف الخلاف من 14 ادار و حزب الله انه ما اللي عم تحكيه انه موضوع الحرب والسلم وال 2006 والتفاصيل كله و شرعية السلاح هولي هولي مواضيع ماشية بس بيرجع بيوقع هولي تحت مبدأ من قادر لا يرغب و من يرغبا يرقادر هادي على السلاح الابنية بس في تطمينات للحوار في شي سفي رسالة داخلية عم بتكون يعني عم بتخيل شو تكون تطمينات للحوار وتطمينات داخلية كتير مهمة من حديثك انه الاستقرار ايضا ايه ايه العام الامني فيه في تعاون امني اليوم في تعاون امني اليوم اللي بتحكي عن شعبة المعلومات و الوزير مشنوع اللي عمله سوريا يعني جرأة بسجن رومي انه بعدين قديش تخوفوا منه ابر خضريات مرأت مرأت لانه في توافق سياس لانه في توافق سياس لانه في توافق سياس لحزب الله اجباري بيطلبها بس المشي كانت عند السنة انه خي انا كمان انه صحيب اضربهم بس انه شو الضماني طبعيتي انا كدور الثلاثة قلتلك نقطة التحول الاساسية هي لائحة المملكة العربية السعودية والتغير اسمح لي ارجع للموضوع كنا عم نحكي عنه حضرة العميد الان كنا عم نحكي عن داعش وعن كوباني وعن العراق وكيف نشأ الداعش ولم تنشأ لو لا كان هناك بيقى حاضنة ودعم وما الى ذلك ولكن اليوم نشوف فيه تحولات يعني عم نشوف داعش عم تتراجع يعني ضعفت ولم تنتهي نهزمت فيه في كوباني تراجعت من بعض المناطق في العراق السؤال الكبير انه سوري فين قطشك هون بس انه معيك خبر الانكسار في كوباني اول شي قرار الذهاب الى كوباني قرار خاطئ بالمعنى الاستراتيجي يعني ما كان حدا مرتئب لانه شو بدك فيها منطقة بعيدة خمسين الف نسمة حرب هدا وبعيدة عن القاعدة تبعيتك بالرأة واستنزاف وبدك على قليل الى الف يقال انه في الف الف ومئتين ارهابي مقاتل ماتوا بكوباني اتدمرت كوباني شو الهدف طبعا يقال انه كان فيه ابطباط تركية بس لما ادخل الامريكي بالحرب وضع حد وانزل السلاح بالبارشوت بالبالتس بيسموه احرجت تركية سمحت للباشميركا اوكي اليوم بتبقى تلك الكردي عنده مشكلة شو بدي يعمل مع التركي كردي وتركي هلا الخطر علينا عم نحكي علن على هو اليوم اذا تحررت الدولة الاسلامية او داعش من من كوباني يعني راح تحرر عتاد راح تحرر عديد راح تحرر زخيرة واموال لون بدي روحوا بدي روحوا على اتجاهين عندك داير الزور مانا مهمة لانه بديك تروحي على حلب وممكن ممكن تتأثر على الربنان يعني سير فيه حركية اكتر لانه انت اذا معك مليارين فاصلة اربعة اتنين فاصلة اربعة اخدوا خمسيمة مليون دولار بس من الموصل اتنين فاصلة اربعة مليار يعني قادرة تشتري ولاء كل التنظيمات وممكن تنظيمات من النصرة يعلنوا تأييدهم ومباعاتهم للدولة الاسلامية هيدا راح ينعكس على الساحة اللبنانية بارسال ببريتال وين التالي بالقنيترا هيدا اللي عم نحكي عنه وجود حزب الله بشكل عام يمكن انا عم بخرف ما بعرف انه عم بس انه هيك التفصيل طبعه بالمعنى المنطقي اسمح لي ايضا بختم الحلقة انتقل من جديد الى نقل مباشر من كازينو لبنان مع زميل جاد غصن يبدو انه في ايضا تصعيد للموظفين المصروفين من الكازينو لمزيد من التفاصيل اذا معنا جاد من هناك جاد ماذا عن التصعيد المرتقب لموظفي الكازينو في هذه الاتناء كاترين بدأت الامور تأخذ منحة صعيدي منذ ليلة امس وصباح هذا اليوم عندما بدأ المعتصمون هنا بنصب خيم كما سوف تشاهدون الان عندما ادخل هذا الكازينو حيث يتجمعون الان وحيث ايضا هناك منحة صعيدي برفضهم التوقيع على كتب صرفهم من العمل عند ذاك عملت القوى الامنية على الابلاغ هذه كتب الصرف الى منازلهم بمحاولة لاخذ توقيع احد افراد العائلة وهذا التوقيع يكون كافيا وشاهدنا بام العين كيف هؤلاء الموظفون يقومون الان بالاتصال بعائلاتهم لثنيهم عن توقيع على هذه الكتب سألناهم عن التوظيف السياسي الذي يتهمون به عندما يطالبون بعودة الادارة عن قرارها الصرف قالوا لنا ان هذه الادارة هي نفسها التي قامت بهذا التوظيف فهي لا يحق لها الاحتماء بعباءة الاصلاح للمطالبة بصرف الموظفين نفسهم هي التي قامت بتوظيفهم مع الاطراف السياسية التي توسطت لهم ايضا كان لنا حديث مع عدد من الموظفين قالوا لنا ان كل ما يحدث وخلفية ما يحدث وخلفية صرفهم من العمل هو لتغطية الادارة ورئيس مجلس ادارة الكازينو تحديدا عن الفساد القائم بالكازينو الذي هو المسؤول مباشر عنه كما يتهمونه هنا في الاعتصام وقالوا لنا ان رئيس مجلس ادارة الكازينو كان من الموضوعين على اللائحة السوداء الممنوعة من دخول الكازينو قبل تبوء هذا المنصب طبعا نحن ننقل الاتهامات التي يسوقها المعتصمون هنا بحق الادارة مطالبين وطبعا هذا الاعتصام كما قالوا لنا سوف يستمر حتى عودة الادارة عن قرارها وحتى تسوية موضوع الكازينو بشكل كامل كما يقولون وهنا طبعا الاشارة الى ان الفساد يجب ان يبدأ بمحاربته من رأس السلم قبل الوصول الى الموظفين الذين ليسوا جميعهم من الذين لا يأتون الى العمل او الذين لا يدومون في الكازينو كما اكدوا لنا طيب جاد هناك كلام جاد عن ان هناك لائحة جديدة باسماء موظفين اخرين ربما تفوق المائة موظف مطلوب ايضا صرفهم من الكازينو ما صحت هذه المعلومات حتى اكثر من ذلك كما سمعنا عن كاترين فالمحصلة النهائية التي من المتوقع ان تصل اليها لائحة الصرف ولكن طبعا هذه معلومات اولية بحاجة للتأكيد من المصادر الوزارية وربما الادارية المناسبة هنا في الكازينو هذه اللائحة قد تصل الى 500 موظف بالمحصلة العامة يتم ترضهم من الكازينو ولكن ايضا كما ذكرت اللائحة الاولية التي يتم الحديث عنها هي نحو 100 موظف اضافي يتم البحث في صرفهم من الكازينو ولكن طبعا كما ذكرنا هذه الامور هي لا تزال معلومات اولية ولكن كما بلغ الى الموظفين اللائحة الاجمالية التي يتم الحديث عنها قد تصل الى 500 موظف من الكازينو نعم كاترين شكرا لك جاد اذا كنت معنا مباشرة من كازينو لبنان شو عندك تعليق على هالاعتصام وعلى الصرف وعلى انا مع الحق والقانون قالوا بلش منفوق قالوا البلح عالي يا بلد بتعرفي يا بلح زغرولي ما عندنا الاصلاح يبدأ من فوق اليوم اذا فيه ناس مظلومة كنا عم نحكي انه يكتحت لهوا بس من ال 500 خلي 5 بالمئة موجودين 50 اذا كانوا سيئين يعني كارثي اذا واحد كارثي بقى كيف 50 فيه مشكلة كتير كبيرة يعني اليوم سقوط الدولة بالمعنى الفنكشنل بالمعنى الوظيفة سقطت الدولة بس عم نحكي عن كازينو خلينا شو بمؤسسات اخرى بس عميكين اخرى حتى اختم معك حضرة العميد بس بموضوع بس جاد شاطر انا شاب جاد اسمه اكيد كل جمالينا شاطرين لا بعرف بس انا يعني زميل جاد غصن يعني بحب له صوته على الهوى حلو نعم عميد بما يتعلق بس سؤال اخير وباختصار شديد جدا الوضع في العراق وفي سوريا بالنسبة لداعش سؤال كبير يطرح انه عندما تريد امريكا ان تساعد وان تقضي على داعش تبين انها قادرة على ذلك هذا السؤال ساعدت الاكلاد في كوباني سيطر الاكلاد على كوباني لماذا لا تساعد في امريكا اخرى ولماذا ما حصل في كوباني لا يحصل في سوريا في الرقا وفي العراق لا يا حبيبتي مختلفة كوباني مختلفة كوباني عندك بوتس عن دو جراند عندك البشماركو وعندك البككيكي فاذا انا بضربكم المزجاو وانتو ايتلو تحت اليوم الموصل اذا بديك تحريرية بديك تحكي مع السنال بالموصل اليوم بيقول قائد امريكاني انه بديك 80 الف مؤاتل ولمو جيش العراق اللي بديك تحضرين لحتى يؤاتل الابروتش هو امريكا عم تعمل مصلحة ريتشارد هاس قال بال2001 بال2003 العراق سبب دخول امريكا الى المنطقة وسبب خروج امريكا من المنطقة طلعت بال2011 اليوم العراق سبب عودة امريكا الى المنطقة ولكن بستراتيجية ومقاربة جديدة وبحرب طويلة جدا طويلة يعني اليوم الابروتش عزل العراق عن سوريا خلق دولة او حكومة شبه تعمل بالعراق هيدا بلشوا فيها اليوم المشكلة بسوريا وهون بيجي دور حزب الله ونرجع على على القنيطرة سوريا طويلة وصعبة نعم انا بدي اشرح دورك معنا اليوم اللي عميك من تقاعد والاستاذ الجامعي ليسحن اهلا وسهلا فيك من جديد بشكركم مشاهدين على متابعتكم هذه الحلقة والى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة